موسيقى موسيقى تحية طيبة مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص على هامش قمة المناخ كوب 22 بمركج فبعد دخول اتفاق باريس حول التغيرات المناخية حيث التنفيذ قبل أيام حوالي 30 رئيس دولة وآلاف المندوبين عن المنظمة الدولية حلوا بمدينة مراكش التي تحتضن هذه الأيام مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب 21 بباريس قبل سنة سمي بمؤتمر القرارات وكوب 22 بمركش لهذه السنة سمي بمؤتمر العمل من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق باريس فما هي أبرز الأهداف الواجب تنفيذها بمؤتمر مراكش حول التغيرات المناخية ماذا سيستفيد المغرب من تنظيم كوب 22 علما أنه لا يعتبر ضمن الدول المسؤولة بالدرجة الأولى عن ارتفاع درجة حرارة المناخ ثم ما مستقبل الدول الفقيرة التي لم تكن لها يد في ظاهرة الاحتباس الحراري والقارة الإفريقية خير مثال على ذلك الجواب مشاهدنا الكرام مع ضيفنا لحلقة اليوم الدكتور نبيل مدني الأستاذ الجامعي والخبير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة دكتور نبيل مرحبا وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا شكرا على الدعوة الكريمة أستاذ نبيل مدني مؤتمر مراكش يأتي بعد دخول اتفاق باريس حيث التنفيذ قبل أيام بعد أن حصل على تأييد 55 دولة مسؤولة عن 55% من انبيعات الثاني أكسيد الكاربون الآن ما هي الأهداف الكبرى لمؤتمر مراكش حول المناخ أولا قبل الحديث عن القمة 22 لمؤتمر الأطراف بالاتفاق الإطار للأمم المتحدة المتعلقة بالحد من تغييرات المناخية الذي تنعقد هذه الأيام بمدينة مراكش المغربية لابد من التذكير بالقمة السابقة القمة 21 التي احتضنتها باريس والتي عرفت تبني اتفاق باريس الذي يوصف بالتاريخي وغير المسبوق لماذا؟ لأولا لأنه عرف لأول مرة موافقة الدول الصاعدة في انخراط في المجهودات أو جهود الدولية المبدولة في الحد من التغييرات المناخية أيضا ما يميزه عن بروتوكول كيوتو للحد من احتباس الحراري هو أيضا أنه لا مجال للتراجع للدول التي صادقت عليه للتراجع عن هذا الاتفاق وبالتالي إلا أن تنزيل اتفاق باريس يحتاج إلى تفاوض بين الدول من أجل التوافق حول الإطار التقني لتطبيقه من جهة وأيضا حول التمويلات والآليات الكفيلة بأجراءته وبالتالي هنا تكمن أهمية مؤتمر مراكش الذي سيكون فرصة للتناقش للنقاش حول تنزيل هذا الاتفاق اتفاق باريس وأيضا اتفاق حول التمويلات وبالتالي إذا كان مؤتمر باريس أو اتفاق باريس الذي تمخذ عن مؤتمر باريس مؤتمرا لاتفاق حول المناخ فإن مؤتمر مراكش هو مؤتمر للعمل مؤتمر للفعلي مؤتمر للتطبيق بالنسبة للمغرب كدولة مستضيفة لهذا الحدث العالمي من الناحية الربحية ماذا سيستفيد المغرب من تنظيم كوبا 22 إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المغرب لا يعتبر ضمن الدول الأكثر تلويتا للبيئة في العالم على الاعتبار أنه يصنف الرابع دولة الأقل تلويتا للبيئة في العالم أولا ينبغي الإشارة إلى أن اختيار المغرب لإحتضان القيمة 22 من مؤتمر الأطراف يعتبر تتويجا للجهود الكبيرة التي يبدلها المغرب من أجل الحفاظ على البيئة التي تضعه في مصاف الدول المتميزة في هذا المجال وبالتالي فاحتضان قيمة 22 لمؤتمر الأطراف هو تتويج لهذه الجهود هذا من جهة أيضا من جهات أخرى بالرغم من أن المغرب لا يعتبر ضمن الملوثين العالميين أو كبار الملوثين العالمي إذا ما جز التعبير إلا أنه يتواجد ضمن إحدى المناطق الأكثر هشاشة وعرضة لآثار تغييرات المناخية وبالتالي فهذه المنطقة الإفريقية فهي المنطقة الأكثر قارية على المستوى العالمي وبالتالي فهي موثومة بتضخم الظواهر الطبيعية الأكثر حدة وأيضا بتزايد وثيرتي سوف نفسه في المحاور التي ستأتي من البعض دعونا نتكلم عن المغرب المغرب كدولة الآن تحتضن مؤتمر عالمي مؤتمر يشارك في مختلف دول العالم حول ظاهر مشتركة ضائر الاحتباس الحراري المغرب الآن يعتبر من دول أقل تلويتة للبيئة من الباديا أو المستوى الاستراتيجي ماذا سيربح المغرب من تنظيم هذا الحدث العالمي؟ يجب الإشارة أيضا إلى الخصوصية المغرب كما هي خصوصية مجموعة من الدول هو ارتباط شديد للاقتصاد الوطني بمرضوذية القطاع الفلاحي وهو ما يزيد من حدة تأثيرات صغيرات المناخية سواء على المستوى الاقتصادي أو أيضا حتى المستوى الاجتماعي وبالتالي فنجاح مؤتمر مراكش هو أثر كبير من المشكل المباشر أو غير مباشر على المغرب كما على باقي الدول الإفريقية سواء من خلال توسيع قاعدة الدول المتفقة أو الموقعة على اتفاق باريس الآن فقط هناك 55 دولة ومؤتمر مراكش وفرصة لتوسيع هذه القاعدة أيضا فرصة لإيجاد التمويلات نتحدث عن اقتصاد الأخضر نتحدث عن مجهودات ومبادرات من أجل التخفيف والتكييف مع آثار التغيير المناخية لكن تحتاج إلى تمويلات وبالتالي نجاح مؤتمر مراكش ونجاح في هذا الجانب من أجل إيجاد التمويلات الكافلة بتنزيل مثل هذه البرامج نعم يعني الدول الداعية لتنظيم هذا المؤتمر أو لتنظيم هذا الحدث الدولي نجد دول كبرى منطقيا هل يعتبر من المنطقي أن تصدر توجيهات لحماية البيئة من الدول المسؤولة بالدرجة الأولى عن تنوية البيئة وحقيقة أن هناك سبعة دول الدول الصناعية الكبرى تشكل مصدرا لأكثر من 60% من إجمالي انبعاثات الغازية العالمية لكن بمنطق القانون الدولي سيادة الدول هي تكون دائما فوق كل اعتبارات وكل دولة تسعى إلى تطوير اقتصادها والرفع من نسبة النبو بغض النظر عن التكلفة البيئية لذلك أيضا الغياب الطابع الإكراهي للأدوات القانونية لتنزيل اتفاقيات الدولية يحد ويشكل عائقا أمام الانخيرات الفعلي لهذه الدول لكن بغض النظر عن هذه الجوانب إشكالية تغيير المناخية لا تخضع لمنطق التوجيهات وإنما بقدر ما يستخطى مسؤولية بعض الدول إلى مسؤولية عالمية وبالتالي هنا المؤتمر مراكش أو مؤتمر الأطراف بصفة عامة المتعلقة بالاتفاقي الإطلاع والتغيير المناخية هو فرصة لانخراط دولي لجميع الدول ويتطلب انخراط جميع الدول من أجل إرساء عدالة مناخية تنبني أو تؤسس لمسؤوليات مشتركة بين الجميع لكن بدرجات متفاوتة وبقدر الإمكانات نعم تكلمت قبل قليل عن القارة الإفريقية ومكانتها في هذا المؤتمر الدولي القارة الإفريقية الآن تعتبر من القارات التي تعتبر كضحية لظاهرة الاحتباس الحراري مع العلم أنها لم تكن لهيد في هذا المشكل مع العلم أن القارة الإفريقية لا تستهلك من الطاقة السوى تقريبا 3% وفي نفس الوقت تمثل نسبة 15% من سكان العالم بالرغم من توفرها على كل المؤهلات للطاقات المتجددة سواء الطاقة الريحية أو الطاقة الشمسية لكن لا تستفيد في هذا الجانب من وجهة نظركم كقراءة كيف تقرؤون هذا التناقض وفعلا أكدت مجموعة من الدراسات الدولية أن تأثير تغييرات المناخية لا يقتصر فقط على الدول التي تشكل أكبر مصادر انبعاثات الغاز الدفع على وجه الأرض بل تتعدها لأن إشكالية تغييرات المناخية يتخطى الحدود بل وتتخطى القارات وبالتالي فعلا أن القارة الإفريقية لا تشكل مصدرا سوى لأقل من 4% من إجمالي انبعاثات الغازية العالمية لكنها تشكل إحدى المناطق الأكثر هشاشة على مستوى التأثر بتأثيرات تغييرات المناخية وما أثبتت مجموعة من تقارير المتسالية لمجموعة الخبراء الحكومية حول المناخ تابعة لأمم المتحدة اللاجئية التي أكدت أن المناطق الإفريقية تعتبر من أكثر المناطق هشاشة وحساسية لتأثير التغييرات المناخية والتي تستعرف الظواهر الطبيعية الأكثر حدة من فيضانات وجفاف أيضا نعقاد مؤتمر مراكش في دولة أو المؤتقمة 22 في دولة إفريقية هو مناسبة للترافع حول إرساء عدالة مناخية تعترف بالمسؤوليات المشتركة بين دول الشمال ودول الجنوب لكن بدرجات متفاوتة وبحسب الإمكانيات وهنا الفرصة أيضا للدول الإفريقية من أجل أن تتكتل في إطار سياسة تضامنية ومتناصقة ومندمجة من أجل الترافع حول قضايا المناخ وأيضا من أجل أن تكون فاعلا أساسيا في مفاوضات مراكش للدفاع عن مصالحها ولكي تجد لها موطئ قدم من دمنا هذا المنتظر هذا الحدث العليم نعم الدكتور نبيل المدني تكلمتم عن الخبراء الخبراء الآن يقولون أن مستقبل القارة الإفريقية هو رهين بالتطوير وتنمية الطاقات المتجددة التي من شأنها أن تكون بديلا للطاقات الأحفورية فكسؤال فكيف يمكن للقارة الإفريقية أن تستفيد من الطاقات المتجددة أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من أن نريد المعطيات والإحصائيات للمعبرة التالية المعطى الأول هو أن إنتاج 38 دولة من دول جنوب الصحراء تساوي إنتاج دولة واحدة هي دولة إسبانيا المعطى الثاني هو أن الإفريقية تمثل 3% من طلب العالمي حول الطاقة الأولية في حين أن ساكناتها تمثل 15% من الساكنة العالمية المعطى الثالث هو أن أقل من 14% هي نسبة الكهرباء القراوية في أغلب الدول الإفريقية المعطى الرابع هو أن أكثر من ثلثي الساكنة الإفريقية لا تتوفر على الكهرباء أي ما يزيد عن 700 مليون نسمة هذه فقط بعض المؤشرات التي إن دلت على شيء تدل أولاً على الواقع الذي يجسد الهوة أو الخصاص المهوي فيما يتعلق بحاجات القرى الإفريقي من الطاقة ومن جهات أخرى تعبر عن الفرص التي يمكن أن يتيحها استثمار الطاقة المجددة على مستوى القرى الإفريقية أيضاً كما أن انخراط الدول الإفريقية في الاستفادة من الطاقات المتجددة لا يكتسي البعد الإيكولوجي فقط وإنما أيضاً يستمد أهميته من الكلفة الكبيرة للفاتورة الطاقية للاستعمال أو استثمار الطاقات الأحفورية وبالتالي فالتوجه نحو الطاقات المتجددة يؤسس لنموذج تنموي جديد للقرى الإفريقية يزاوج من جهة بين تحقيق النمو والتقليص من الفقر والمحافظة على البيئة لكن هذه الرهان على الطاقات المتجددة يتطلب من جهة إرصاء سياسة مندمجة ومتناسقة بين الدول الإفريقية ومن جهة أخرى لبحث عن التمويلات الكافية لأجرعات هذه الدكتور نبيل ونحن نتكلم عن القرى الإفريقية وعن الطاقات المتجددة المغرب باعتبار أحد الدول الإفريقية ماذا يمكن أن نقول عن التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة؟ الإشارة الأولى هو أن المغرب نخرط في برنامج طموح لتحقيق التنمية المتجددة حيث توضع كهدف أساسي تحقيق أو الإنتاج 52% من حاجاته الطاقية عبر الطاقات المتجددة في أفق 2030 هو ما جسده مشروع نور إعطاء انطلاقا لمشروع نور هو أضخم مركب للطاقة الشمسية والذي يعتبر السابعة من نوعية على المستوى الدولي يجسد هذا التوجه العام للمغرب ثم أيضا لا ننسى أن المغرب انخلط سابقا في مجموعة من المبادرات فيما يتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة لكنها اتسمت في أغلبها بمحدودية الحجم ومحدودية الأثر وهو ما يميز هذه القفزة النوعية الحالية حيث أنها تندرج في إطار استراتيجية مندميجة تخذ المغرب من خلالها مجموعة من التدابير القانونية والمؤسساتية والمالية والبحثية والعلمية على المستوى القانوني عرف المغرب المصادقة ونشر القانون 13-09 حول الطاقات المتجددة الذي فسح المجال من أجل إنتاج هذا النوع من الطاقة رغم بعض أوجه القصور الذي كان يعاني منها هذا النص سواء تعلق الأمر بالعتبة المسموح بها من أجل إنتاج أو من أجل إنجاز مشاريع إنتاج الطاقة من خلال المعتمدة على المصادر المائية أو من خلال تسويق الفائد من الطاقات المنتجة وقد تم تدارك هذا النقص من خلال تعديل قانوني أخير هو تعديل يتمم ويغير هذا القانون هو يتعلق الأمر بالقانون 58-15 أما على المستوى المؤسساتي فتم إحداث الوكالة المغربية للطاقات المتجددة قبل أن نمر على المستوى المؤسساتي دعونا في الجانب القانوني الآن هل يمكننا القول أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تمكنه من مواكبة التغيير المناخي ومحافظة على البيئة نعم المغرب يتوفر أولا على الإطار الأسماء والدستور الذي ينص على من بين مقتضايته والحق العيش في بيئة سليمة وأيضا الحق في التنمية المستدامة ثم أيضا نعزز المغرب ترسانات القانونية من خلال مجموعة من القوانين البيئية سواء تعلق القانون تدبير نفايات بقانون حماية الهواء القانون 13-03 القانون 11-03 القانون المتعلق حماية البيئة أو ما تعززها مؤخرا بالقانون الإطار حول البيئة والتنمية المستدامة القانون 99-12 وبالتالي المغرب يتوفر على الترسانة القانونية لحماية البيئة أو تحقيق التنمية المستدامة لكن الإشكال الذي يطرح هو فعالية هذه القوانين هل هي قابلة للتطبيق؟ هل يتم تطبيقها؟ وثالثا إذا لم تتم تطبيقها هل لها من الفعالية الكافية لتحقيق الأهداف التي سترت من أجلها؟ دعنا نتكلم أن مؤسساتياً هل يتوفر على مؤسسات قادرة على تجسيد هذه الرؤية المغربية تجاه البيئة؟ نعم، المغرب يتوفر على المؤسسات هناك المؤسسات التي تندرج في إطار العمل الحكومي هناك الوزارة الطاقة والمعادن والبيئة الوزارة المتدبة المكلفة بالبيئة ثم هناك المجموعة من الفاعلين بشكل موازي في إطار مؤسساتي للدولة التي جسدوا إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أشرفت على مشروع نور وأيضا من خلال تعديل قانوني الأخير أصبحت هذه المؤسسة هي الفاعلة الرئيسي فيما يتعلق أولا بتطوير، بتمويل، وبتدبير المشاريع الطاقة المتجددة بجميع أنواعها أيضا لننسى أن هناك على المستوى البحثي والعلمي دائما في إطار المؤسساتي تم إحداث معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة الذي يعتبر إطارا للبحث والتطوير وأيضا فضاءا للانفتاح والتعاون بين الفاعلين جانب البحث والعلمي سنتطرق في حلقة أخرى دائما في إطار مؤتمر المناخ خلينا في سؤال أخير لأن ذاق الوقت يداهمنا كسؤال أخير لماذا انتهج المغرب سياسة النجاعة الطاقية أولا هو وفاء بالتزاماته الدولية المغرب صادقة تقريبا على جميع الاتفاقية الدولية والبروتوكولات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ثانيا التزاما بما جاء في دستور يوليوز 2011 فيما يتعلق بحق العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية المستدامة ثالثا الكلفة الاقتصادية الكبيرة للفاتورة الطاقية سواء تعلق الأمر بإرهاق ميزانية الدولة أو بخروج العملة الصعبة ثم رابعا الإيمان الراسخ للمغرب بأهمية وبالآفق التي يتوحى انخراط في الاقتصاد الأخضر وما يلي ذلك من تحقيق الفورة الشغل ومن تحقيق للتنمية المستدامة الدكتور نبيل المدني الأساد الجامعي والخبير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة الموعد يتجدد بكم إن شاء الله في موضوع جديد وضيف جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة